في القصة والحكاية هنا هتكلم مع حضراتكم عن المتعة الخالصة يعني سيبك من ضغوط وتوترات المنافسة والألقاب والبطولات وتعالى نروح للناس اللي بتدور على المتعة الناس اللي مش بالضرورة تكون بتشجع فريق لكن بتستمتع بمتابعته عشان عنده الكونيتي عنده اللاعب اللي دايما يشد عنيه عنده اللاعب اللي يقدر يمتعك ويشبعك كورة النهاردة بقدم لحضراتكم جوهرة برازيلية جديدة افتكروا الاسم ده كويس جدا سافيو موريرو الشهير بسافينيو الميكس كده ما بين على مستوى الاسم روبينيو وسافيولا الارجنتيني وان كانت سبحان الله يجمع بين الاثنين من ناحية الكواليتي لكن لو عايز تتعرف اكتر على الستايل بتاعه وخليني اقولك انه انتني الجناح الايمن لفريق منشستر يونيتد ويمبابي مهاجم فرنسا ومهاجم البي اش جي لو ضربتهم الاثنين مع بعض في الخلاط هيتلعو لك سافينيو لعب الحقيقة من طراز فريد اتكلم عليها بعمره 19 سنة لكن مش بس الموهبة والمتعة هي اللي شدت نظري لسافينيو اللي هسيب حضراتكم تستمتعوا بمجموعة من لقطاته لكن كمان قصة سافينيو من البدايات اللي بتأكد على واحد من اهم المعاني او الاسس في كورة القدم النهاردة هي انه السكاوتينج او فكرة اكتشاف اللاعبين في سن مبكر قد ايه ممكن يكون اهم ركن من اركان قواعد الاستثمار الرياضي في عصرنا الحالي وهنا بتكلم على مدرسة كبيرة جدا اسمها سي اف جي هتكلم مع حضراتكم عليها سافينيو اللي قدام حضراتكم ده بالمناسبة هو مهاجم جيرونا الاسباني الاسم المفجأة او الحصان الاسود في الليجة الاسبانية سافينيو الرجل الذي يملكه او تملكه مجموعة سيتي البرازيلي المراهق مراهق رأس حربة جيرونا في تسلق قمة الدوري الاسباني ده الوصف اللي توصف به سافينيو خدوا بالكم جيرونا في الوقت الحالي اللي بكلم حضراتكم فيه فريق ما كانش حد يسمع عنه في اسبانيا في مركز الوصافة في المركز التاني في الدوري الاسباني حسابيا ممكن جدا في حالة فوزه بالمباراة اللي جاية يكون في صدارة الدوري الاسباني متفوقا على برشلونا ريال مدريد اتليتكو مدريد وكل الاندية الاسبانية رغم ان الفريق ده تخلى قبل الموسم ما يبدأ على كاستيلانوس مهاجم مهداف الفريق وكان واحد من ابرز نجوم الفريق في الموسم الاخير الا انه سافينيو قادوا بتقلقوا فيه المباراة الستة او السبعة اللي لعبهم جيرونا الغاد دلوقتي وساهم في تلت اهداف جيرونا الثامنة عشر اللي احرزهم الفريق خلينا نشوف اهم مميزات لعب البرازيلي الدولي هو طبعا بيشارك مع منتخب الشرائب مع البرازيل طبعا هو دريبلر لا يشق له غبار دريبلر سريع جدا عنده قصة الكنترول على اعلى مستوى مهاري في الوانتوان قادر يعدي من واحد واثنين وثلاثة هاد باف يجد التهديف برجليه او بقدمه الاثنين يمكن طبعا عنده اللمسة الوحدة باسير صنع العاب على اعلى مستوى سواء لونت باس او شورت باس يمكن قصته الوحيدة او مشكلته الوحيدة اللي ممكن تقول عليها نقطة ضعفة هي قصة العاب الهوى او اللعب بالرأس بيلعب حاليا ليجيرونا عمره 19 سنة من موليد 2004 بيلعب بقدمه اليسرى لشان كده قلتلك هو شبه في الستايل في الجارية في المهارة في السرعة شبه قوي مبابيه لكن بما انه بيلعب بقدمه الشمال فده معربه شوية كمان من انتوني مهاجم او جناح المان يونيتد بيلعب جناح يمين مركزه جناح يمين طوله 176 سنتي ووزنه 71 كيلو وهنا القصة بقى الاندية اللي لعب ليها بداية يمكن طبعا ده مش موجود هنا لكن هو بدأ مشواره في برازيل في نادي اسمه أتلاتكو مينارو ومع الصراع الكبير جدا اللي موجود بين سيتي فوتبول جروب خلينا اقولكم سريعا جدا سيتي فوتبول جروب دي بتشتغل ازاي دي طبعا جهة مالكة المجموعة اللي عندها على مستوى العالم في كل القرات تملك طبعا نادي الأشهر والأكبر هو نادي المان سيتي في انجلترا لكنها تملك ايضا انديت تروي في فرنسا باليرمو في ايطاليا جيرونا في اسبانيا نيويورك سيتي في الهات المتحدة ميربور سيتي مونباي سيتي حوالي عشر اندية وبالمناسبة في شراكة بينها وبين نادي بوليفار البوليفي اللي كنا جبنا منه برونو سافيو الصراع على موهبة سافينيو في البرازيل مع أتلات كومينارو كان تحديدا ما بين السيتي او سيتي جروب وما بين الارسنال اللي لي وجود قوي جدا بالمناسبة في الدوري البرازيلي او في الكرة البرازيلية في محاولة الاكتشاف النجوم في سن صغيرة وتكرار تجربة مارتينيلي على سبيل المثال لكن استطعت سيتي جروب انها تاخد حقوق شراء سافينيو ومن هنا تم الانتقال لتروي ثم اعارة لبي اس في عند هوفن ثم انفجرت الموهبة مع جيرونا في الموسم الحالي ظهر في ست مباريات احرز هدفين الاسيست زادت بقت اربع اربعة اسيست او اربعة صناعة اهداف طبعا نتكلم على نسبة دقة في التمرير التمريرات والا اربعة وانا يمكن حسيبكم تستمتعوا بمجموعة من لقطات سافينيو دلوقتي لكن القصة هنا طبعا دي طبعا احنا بنتكلم على برازيلي دولي لعب طبعا مع بي اس في عند هوفن لعب مع تروي تحت عشرين لعب مع منتخب برازيل تحت عشرين وحاليا هو لعب طبعا ومهاجم او جناح في فريق جيرونا الاسباني احنا بنتكلم طبعا على موهبة يمكن كتير من الناس تكون بتسمع اسمها لاول مرة ونتكلم على لعب يملك مقاومات يمكن حضراتكم هتستمتعوا وتشوفوا لقطات لي دلوقتي بصير على اعلى مستوى يجيد التزديد بقدمه او التصويب على المهربة بكلت قدمه عنده الكروساز او دقة العرضيات حاجة كده زي اللي بناهنا عليها مع ريدا سليم لو ما بنقول على ريدا انه واحدة من اهم مميزاته مش بس انه وان تو وان او دريبلر او هداف لكنه كمان كروساته زي كروسات عالي معلول كده بالمياس مفيش حاجة يعني عشوائية حتى اللونج باستس اللي بتيجي مش بس من العرضيات او من الاطراف حتى اللونج باستس اللي بتيجي من عمق الملعب برضو عنده قدرة كبيرة جدا نوصل زباق فيه زكاء في الملعب بيبقى ظاهر شكل كبير جدا على اللاعب يقدر يوصل زميله من اقصر طريق ممكن السهل الممتنع زي ما احنا بنقول ده طبعا غير قدراته التهديفات عشان كاي بقولك سافينيو بروفايل لعب قادر جدا جدا واعتقد انه مع انتقاله اذا كنا بنتكلم على سي اف جي او على مجموعة سيتي يبقى انتقاله هيكون الاعرب للمان سيتي في القريب العاجل ومع انتقاله النادي كبير ونادي بطولات هيكون سافينيو واحد من اهم الاسماء في الكرة الاوروبية اشتركوا في القناة